بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات تباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البسر هل ترى من فطور ثم ارجع البسر كرتين ينقلب إليك البسر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السغير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تمجد من الويذ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في دلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أسحاب السغير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأسحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهلوا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه وهو اللتيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخفف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كلب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطوير فوقهم سافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رذقه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويجا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ذلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غبرا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أجكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات تباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البسر هل ترى من فطور ثم ارجع البسر كرتين ينقلب إليك البسر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السغير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تمجز من الغيذ كلما ألقي فيها فوج سعدهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في دلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقد ما كنا في أسحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأسحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهلوا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللتيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخفف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كلب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطوير فوقهم سافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رذقه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويجا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم ودعل لكم السماء والأبصال والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ذلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غبرا فمن يأتيكم بماه معين